في جبكات الجوف تحديدا في المنطقة العسكرية السادسة اليوم يخوض قوات الجيش الوطني أعنف معاركها هنا تحديدا في جبهة حام هذه الجبهة المشتعلة حربا منذ ساعة بالتحديد من الآن تخوض عناصر قوات الجيش الوطني معركتك الفاصلة لتحرير ما تبقى من هذا الجبل الذي تسيطر عليه أو تسيطر في الأجزاء من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح والتي أرادت اليوم قوات الجيش الوطني أن تحسم معركتك ضمن استراتيجية جديدة يتحدث عنها أسكريون هنا في المنطقة السادسة أنها المعركة الأخيرة لتحرير ما تبقى من جبال حام هذه المعركة التي ربما انتظرها كثيرا رجال الجيش الوطني لتحرير ما تبقى من الجبال التي تتمركز فيها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في معركة أخيرة انتظرها أبطال الجيش الوطني ليحققوا انتصارا أخير يقودون معركة فاصلة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع صالح علي الجرادي لقناة بلقيس محافظة الجوف